الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة الأهلي بينهي مشوار جيرالدو داكوستا مع الفريق الأول زي ما أعلن طبعا أمير التوفيق مدير التعقدات بالنادي قال إنه تم الاتفاق على كل التفاصيل المالية وإنه جيرالدو النهاردة مضى على مذكر التسويت حقوق بالتراضي طبعا بين الطرفين وبعدها على طول يعني يمكن اللعب كان سلم على زميله في الفريق ويمكن كمان كابتن سيد عبد الحفيز وجهه للشكر بلاعب الحقيقة شوفناه يتمتع بإمكانيات جيدة جدا مهاري سريع لكن أعتقدنا تجربة لم يكتب لها النجاح بالشكل اللي كانت تتوقعه أو تأمله جمهير النادي الأهلي كمان الدكتور أحمد أبو عبلة طبعا طبيب فريق النادي الأهلي قال إنه هيتم إعادة المسحة لللاعب أكرم توفيق طلعت المسحة الأولى سلبية ولكن لازم يكون في مسحة تانية لأن الأولى على حسب كلامه لم تكن دقيقة وكمان أعلن عن سلبية مسحة كل اللاعبين قبل مباراة المؤولين العرب واللي دايما بنأكد أنه مهما كان يعني المؤولين مش متقدم في الدوري ولكن المباراة دي مهمة مهمة لنا إحنا كالنادي الأهلي مهمة إن إحنا نشوف نقاط قوتنا ونشوف إيه اللي مفروض نشتغل عليه قبل كاس العالم للأندية كويس أو إنه مسيماني بالنسباله أو بيقول لللاعيب أنه ما يبقاش فيه أي كلام على كاس العالم للأندية وأن كل مرحلة لازم تاخد اهتمامها وأن دي مرحلة الدوري ومباراة المؤولين العرب هي الهدف دلوقتي الثلاث نقطة المفروض إن شاء الله ناخدهم من مباراة بكرة طيب نروح لنجمينا تريزيجي وإحنا يمكن قولنا لحضراتكم يعني في الفترة الأخيرة كان فيه كلام كتير جدا على تريزيجي اللي قدم موسم أكتر من رائع الموسم الأخير لي كان أكتر من رائع وكان ليه فضل ودور كبير جدا مع فرقة وأستن فيلا كان فيه كلام الحقيقة مع عبدالات السيزن ده إنه فيه احتمال إنه أستن فيلا يفكر فيه التخلي عن خدمات تريزيجي خصوصا بعد ما سمعنا برضو عن رغبة فرق كتير جدا ويمكن كان أشهر العروض اللي قدمت أو اللي سمعنا عن ارتباط اسمها باسم تريزيجي كان فريق طبعا تركيا جالة السراي طبعا بطل تركيا جالة السراي واحد من أكبر الفرق في الدولة تركيا اللي أعلن عن اهتمامه بدوم تريزيجي حقيقة صحيفة دي أسلاتك قالت إنه تريزيجي مش للبيع وإنه هم راضيين جدا عن المستوى اللي بيقدموا خط الهجوم عموما وتريزيجي بشكل خاص وإنه ما فيش فكرة أساسا وردت في الاستغناء عن خدمات تريزيجي ويمكن الخبر ده كان مرتبط بشكل كبير برغبة أستن فيلا في النهاية تضم الجناح الأيمن بروكس يعني كان فيه كلام على رغبة أستن فيلا أنها تدعم خط هجومها ببروكس لكن الحقيقة هي بتأكد أنه ده مازال في دائرة الاهتمام لكن ده مش معناه أبدا أنه هيتم التخلي عن خدمات النجم المصري تريزيجي